السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رسالة جات من اخ صديق بيقول كنت عايزة اخد رأيك في حاجة دلوقتي انا اشغال في شركة في دولة كذا من دول الخليج وطبعا شغالين كاد وانا مع نفسي باقرأ عن الميم وبحاول اعرف عنه على قدر ما اقدر ولما امتح لفرصة اللي ان انا طبق مع نفسي في الشغل مش بتردد بس انا الواحدي وخبرة الشغل والاحتكاك في المجال دوت مش عارفها طول ما انا اشغال لوحدي كلام سليم وفي السوق هنا مش بنلاقي شركات متبنية البنية في ايه الحل لازم الواحدي يشتغل عشان يعرف هو ناصه ايه وبيغلط في ايه مقام الواحدي تعلم في اي برنامج بتعرف مدى تمكنك منه الا لما بتكون مطلبات الشغل اليومية انت قادر توفيها باللي انت عارف تعرفه كلام سليم جدا وكلام كله صح 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 تمام اه خليك واثق ان الفرصة هتجي لك يعني هتجي لك في يوم الايام فرصة ان انت تشغل في شركة اه شغالة بالنظام انت عايزه سواء مійсьلا سواء بتكلم عن البيم سواء بتكلم عن ليد سواء بتكلم على عدارة المشروعات ايا كان الحاجة احنا مش بدكلم على البيم بس بنتكلم علي حاجة ممكن يكون انت مثلا مهتم بالليد وبتحلم ان انت تشغل في الليد او بتشغل بادارة المشروعات او بتشغل في اي حاجة اي سيستم انت ما خواب به وسكن في يوم من الايام لازم 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 هتجي لك الفرصة دي بس ساعة لما هتجي لك الفرصة? كنت مستعد ولا لأ? ما هو اللي بيحصل ايه? الناس كتيرة كنا نفس الحماس دوت وكتير منا احبت وكتير منا ساب الفكرة وكتير منا قال البلد دي لو فيها بالجلس مش هينفع فما كملش الموضوع. تمام? يعني مسلا كان مهتم او متحمس اوي اللي دارت المشروعات بس اقال لك لأ مش تينفع وصابها ويعني ايه? وراح تفرج على برسم برك جزء خامس منهم اللي ارقم حاجة شفتها بجزء خامس. تمام? فلا يعني انت لك هدف بتحلم به خليك مصر عليه وخليك محتفظ به. واحاول قدر امكان يعني انا قصتي مع البم فيها في مشاكل كتيرة فممكن ان الناس استفاد منها ويعني تتجنب المشاكل اللي حصل. انا كنت ساكم في مكان والشغل كان قريب مني. وكان نفسها الشغل في البم والشغل كان فيها مكانش فيها بم. تمام? ففي مكان تاني بعد خالص تقريبا كان بياخد ساعة ونص رايح وساعتين راجع. بس كان شغال ببرنامج اسمه الماجيكات تمام? وده من برامج البم. فروحت على طول اتكلمت مع الادارة هناك وروحت عدت هناك. اشتغلنا شوية بسيطة بالماجيكات بس في الفترة دي انا كتبت كتاب كامل على الماجيكات وشرحته وبعدت للشركة في اللندا. وقالت احنا يعني ما نعرفش ان في حد في الوطن العربي كله مهتم بالموضوع. ممكن ان انا وين نبدأ ندخل السنة جاية فانت شجعتنا ان احنا ندخل ونعمل مؤتمر في دبي عن الماجيكات. وانا هناك برضو بدأنا في السوق طالب ايه ففي ناس في قلب الشركة عايزة اوتوكاد امي بي واتوكاد معماري واتوكاد استراكشن عايزين ان ياخدوا المنوع دي. البم بتاع الاوتوكاد. وناس عايزة تدخل في الريفت. كنت انا من ضمن الناس اللي شايف ان الريفت كويس لانا كنت عادت مع اللمسك وتودسك في الشرق الاوسط. وقال لي احنا البنبيع الاثنين. بس الريفت هو المستقبل. تمام? احنا شاريين ده وشاريين ده. بس احنا عارفين ان الريفت هو الاقوى وهو ده المستقبل. تمام? فالتره ماشي. هم كانوا ساعدة تشاره الريفت والاوتوكاد كان عندهم وطوروا فيه واضفوا الادوات يعني. فبدأت ان انا اتعلم وهي والحاجات دي كلها. وما كانش فيه فرصة لان الناس ما كان تعرفوش. فبدأت اعمل ايه? بدأت اي حد تطالب شغلانا اوتوكاد اعملها له بالبيم وابعتها له. سواء بعملها له بالماجيكاد او بعملها له باللوتوكاد ارتكشور او بعملها له بالريفت. مهم ان انا شغال بيم مع نفسي. وبحسبه وبديله الشغل بالكاد. يعني بصدروله كاد وابعته له. لحد ما ما كنت موجود في شركة وبعد كده يعني صاحب الشركة الله رحمه يعني من افضل ناس اللي واحد اتعرف عليها المنصح متاج اتصل بي اقول احنا فتحنا فرع للشركة هيبقى بيم وعايزك تروح وتنضام الفريل اللي موجود هناك. فروحت وكان فيه بعض العقوبات التكنية هنزبط لك اخوانا انا هجيب اللابتوب بتاعي وهجيب بكرة. هابدأ معاكم يعني هابدأ معاكم. يعني مش ما قوله لتكون الشركة فيها فرع البيم وانا للحلم حياتي افضل شغال كاد. طب فيه مشكلة لترون بصوا جربوني حتى لو هترفض لو معجبكوش شغل لخلال الاسبوعين دول انا مرفوض تمام? بس لازم اجرب لازم ادخل في المجال. انا انا اشتغلت باداة كتير بس عايز اشتغل مع فريق. فالولم اشتعال فبدأت معهم كان فيه بقى لسه طب هنزبط حاجات كده ترون هابدأ معكم بكرة وانزبطها سوا. فالحمد الله بدأنا وبدأت اخذ قبرة بالاحتكاك وبدأت معلومة انا مسلا عارفها بتعمل بطريقة واحد تاني يقول لا اده بتعمل بطريقة افضل ففعلا الاحتكاك مع الشغل بدأ يولد معلومات والحمد الله اللي واحد بقى كويس نوعا ما وبدأت اسفاد منهم واتعلم منهم وروحت شركة تانية والحمد الله الامور بيت احسن. والواحد لسه بتعلم فيها يعني كل يوم كل مشروع الواحد بيشتغله بيلاقي في حاجات اضافية لذلك ممكن يكون في مشروع مسلا اا الواحد يقبل بيه المجرد ان هو في تحدي في حاجة غريبة في شكل غريب في حاجة الواحد ما عملاش قبل كده وبش عارفة تعمل ازاي وعايز يخش في التحدي دوت الواحد بيحب الالتحاد الدول. طب ايه الحلول اللي ممكن الواحد يعملها ويتاجر لها. ممكن تشوف فريق من الناس وتقول لهم اخوان يا صباح احنا عايزين نعمل المشروع. سواء موجودين معك في قلب المدينة وجريانك وتتقابله وتوصل له اجهزة مع بعض وتعمله شبكة وسيطة وتجربه انه تعمله. ممكن مشروع حقيقي متفقين عليه ان انتو تسلمو كد وتسلمو كد او 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 اي ان كان. المهم ان انت تشغله او تشغله او تشغله ادارة مشروعات تمام كده. يعني انا في حاجات بتطبع فيا لو ان جرب بس ان انا احتكب ادارة المشروعات. واعرف اطبق اللي بي واجرب النظريات بتاعته واجرب هنا واجرب هنا. وبطبق اه مسلا ان احنا اشغاليين في البم ارابيا. بعمل شوات حاجات كده ممكن مكون حكومة جميلة بس بحاول لطبق فيها ادارة المشروعات لادمكين تأمي ممكن blobخش فيها طب ازاي هنطبق الليد في الحاجات دا غابط ازاي هنعمل دي. يعني الواحد بيحاول ان هو يطبق الحاجة اللي عارفة عساس ما انساش ويفتكيرها بعد كده ده فيه مصيبة عملناها بسبب ان احنا حطينا كذا كذا فبتبقى ذكرى حلوة وبتثبت في المعلومة او ممكن من خلال الانترنت يعني نبدأ نشوف فلان مسلا انا هشتغل مسلا في جوز المعماري وانت شغل في جوز الانشياء وانت شغل في جوز الامي بي وهنشغل كلنا على الشبكة بالتراج الفرنية هتواجدك مشاكل المشاكل دي اللي احنا مدهر عليها يعني انت مش متوقع من اول مرة تخلص كل حاجة لا انا ببدأ اشوف المشكلة وابدأ حلها وابدأ كل مرة نشوف مشكلة جديدة ونبدأ نحلها ده بيديك خبرة لان في يوم من ايام هتجي لك الفرصة وممكن لما تجي لك مكنش انت مستعد لها تمام يعني فرض ان انا مثلا بحلم مثلا ان انا اشتغل مبرمج بس تنزلت على الحلم والشركة قدت لا احنا عايزين مبرمج يبرمج حايف في الريفيد دلوقتي طب انا بالشغال في البرمجة فالفرصة طاعت علي فلازم اكون مستعد للحاجة اللي انا بحلم له ايا ان كان حلمك هيجي لك في يوم الايام خبط على البيب فحاس هيلاقيك ولا هيلاقيك قاعد على القهوة ما لو لك على القهوة محدش هتصل بك يقولك تسيب القهوة تعالى فانت لازم تكون مستعد ولازم تتذكر قول الامام علي ابن او طالب اللي انا على طلق اقوله كمل كل مرين ما يحسن انت بتحسن ايه هي دي اللي هتبقى قيمتك وهي دي اللي هتحدد مستقبالك وهتحدد نظرة الناس ليك فاتمنى الموضوع يكون وضح للناس ما وضحشي لا اصفره بتقول مش واضح طيب الموضوع بس ببساطة ان انت عندك حلم تمسك به ما تضيعش وقتك ما ما يبقاش كله لعب لعب لا يبقى فيه شوية كده جد ولعب وحب وضحك وكل حاجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش عارف اتكلم من عصفور موسيقى